نمر الآن إلى مثال لو عندي هنا كاميرا AB عليها Distributed Load منتشرة على كامل طول الكاميرا طبعا أول مرحلة هنا أني أجيب ردات الفعل هنا زي ما تشوفوا الأحمال منتشرة بصفة متناظرة فبالتالي ردات الفعل رح تكون نفسها في السيب بورت A والسيب بورت B وبتساوي WL على 2 نفس الشي بالنسبة للRA أطبق القاعدة اللي شفناها في سلايد اللي قبلها بالنسبة للشر كورف V-VA بتساوي –WDX لو عملت الحساب متاع الأنتجرال –WDX الأنتجرال المتاحة رح تكون هو –WX ما بين السفر والX وبيساوي –WX لو أخذت ال-VA هذه وضعتها جنب على اليمين جنب –X رح تحصل على V بتساوي VA –WX وطبعاً هنا ال-VA بتساوي ردة الفعل في النقطة A أو في السيب بورت A بتساوي –WL على 2 –WX أخذ ال-W كعامل مشترك أتحصل على النتيجة التالية اللي هي W ضرب L على 2 –X طبعاً هنا لو عايز أرسم الرسمة زي ما تشوفوا هنا في الإكسبريشن متاع الشير فورس خطية وعندي هنا –X فرح تكون خطية تنطلق من هنا ونزل تحت فبالنسبة لX بتساوي 0 رح تكون عندي الشير فورس بساوي WL على 2 اللي هي النتيجة اللي هنا لو X بتساوي L على 2 رح تكون عندي الشير فورس بساوي 0 اللي هي النقطة هذه ولو هنا X بتساوي L رح تكون الشير فورس بساوي –WL على 2 وهي النقطة هذه بعدين أقدر أرسم الخط اللي ما بين الشير فورس اللي ما بين النقاط A وB مع العلم أنه في الوسط بالضبط رح يكون الشير فورس بساوي 0 جاي زي ما نشوفه هنا في الرسمة طبعاً اللي فوق السفر هذا رح يكون positive ولتحت السفر رح يكون negative نمر الآن للمومنت كيرف طبعاً احنا شفنا في السلايد اللي قبلها أنه المومنت M-M-A بيساوي أنتيجرال V DX أنا تحصلت على V اللي هي بتساوي W multiplied by L على 2 –X من هنا أعوضها هنا وسوي الأنتجرال طبعاً أنتيجرال L على 2 رح يكون X وانتيجرال –X هو –X تربيع ورح يكون عموماً ما بين السفر والX يعني رح تحصر في الآخر على W على 2 L X – X تربيع زي ما نشوفه هنا في الإكسبريشن عندي X تربيع فرح تكون عندي curve الآن عايز أعرف في أي نقطة بمر بالماكسيموم يعني إيش هو أحداثيات الماكسيموم اللي عندي هنا يعني لما أقول أحداثيات يعني X كم تساوي طبعاً عشان أجدها لازم أسوي اشتقاق المومنت بالنسبة لX اللي هو بيساوي الشير فورس وبيساوي 0 طبعاً نفس النقطة اللي فيها هنا الشير بيساوي 0 رح يكون فيه ماكسيموم بالنسبة للمومنت فلو أخذت الشير فورس V اللي هو بيساوي W L على 2 – X لو سويتها بتساوي 0 رح تعتيني L على 2 تساوي X وهذا هو الأحداثيات بالنسبة للنقطة اللي تمر فيها المومنت بالماكس لو عايز تحسب الماكسيموم مومنت لو عوضت هنا في الإكسبريشن متاع المومنت الـ X ب L على 2 رح تحصل على الماكسيموم مومنت اللي هو بيساوي W L تربيع على 8 اللي هو بيساوي مانيا